آخر إداري مشهور جمعنا به أحد الإخوة وكان هذا الأخ مدير الجمالك عندنا هو رجل صالح من العبادة والصدق نعم نعم فدعانا للإفطار فجاء بصاحبها هو دكتور في إدارة الأعمال نعم فكل شخص عرف نفسه وتخصصه فوصل التعريف إليه هو بذكر أنه تخصصه وإدارة الأعمال وأنه يعمل في استشارة وزير المالية في شؤون الجمهورية فقلت عندي أسئلة إدارية هل أنت مستعد لإجابتها؟ قال نعم سألته هل يمكن أن تزجح مؤسسة لزمان طويل جدا دون إدارة مؤسسة ما لها إدارة؟ قال مستحيل نعم لابد لكل مؤسسة من إدارة فقلت هذا الكون هل هو مؤسسة؟ قال أجل مؤسسة كبيرة طيب من يديره؟ فتردد وتلك قلت لا يمكن أن يديره إلا الذي خلقه هو صوح صحيح قال طيب قلت هل يمكن أن يكون في مؤسسة ناجحة إدارة متساويتان؟ ليس فوقهما إدارة تأمر عليهما كل واحد لها نعم توجه الأمر وأنه في المؤسسة قال لا من قواعد الإدارة وحدة المرجع التنظيمي نعم فلا يمكن تعدد المسؤولية نعم فقلت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها الله فسأل عن ترجمة الآية وترجمت له ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه من إله نعم إذن لذهب كل إله مما خلق نعم وسألته هل يمكن أن تقابل الإدارة العليا جميع المنتسبين إلى المؤسسة في كل صغيرة وكبيرة قال لا الأول المسيحية والثاني الإسلام نعم هذا هو النسخ فتردد ثم قال لي أنا أسألك أيضا لماذا تغير الإدارة التوقيت المصلحة تجدد لديها علم لم يكن موجودا هو يريد هو البداء يريد البداء عند لي نعم نعم فقلت لماذا تغيرنا أنتم التوقيت من الصيف إلى الشتوية من الشتوية إلى الصيف قال لمصلحة العمار وكذلك التغير التشريع لمصلحة العمار الله أكبر قال كيف ذلك قلت أنت تعرف أن مقر بأن أول أسرة في العالم من البشر هي أسرة آدم قال نعم قلت لو أن آدم شرع في شريعته تحريم زواج الأخوات نعم هل سينتشر العالم قال لا طيب هل يمكن أن يبقى تشريع الأخوات مشروعا أنت الآن تستطيع أن تتزوج بأختك الشقيقة قال لا طيب إذا أنت تطور العالم يقتضيت غيرا في التشريع نعم فأسلمه في نفس الجلسة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر